شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد اتفاق بين البنك الرئيسي للتنمية والاعتمان الزراعي وشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية وزراعة والصصلاح الأراضي وينص عقد الاتفاق على إنشاء شركة مساهمة بين البنك وفرعيه بالوجه البحري والقبلي وبين الشركة المصرية للصوامع والتخزين ويهدف الاتفاق إلى استغلال الأراضي التي يملكها البنك والمخصصة كشوان زراعية لتخزين الأقماح والحبوب على مستوى الجمهورية بما يسهم في تطوير الشوان وبناء العديد من وحدات التخزين الحديثة إن شاء الله ستقلل نسب الفاقد بطريقة وبنسبة كبيرة جدا بالإضافة إلى أنها ستكون نواة بعد كده لعملية خلق نظام جديد يعود بالنفع في النهاية على المزارع الصغير اللي إن شاء الله سيجد كل تعاون وسرعة في دفع المقابل النقدي للسلع اللي سيتم توردها أفرزت الدراسات اللي قامت بها مزارة التموين إلى الحاجة إلى تغيير الأكالي في منظومة التخزين ليس فقط بتطوير ولكن بإنشاء صوامع والوصول إلى الفلاح بإنشاء الشوان وتطوير الشوان لتصبح الكائنات التخزينية أفضل وأحسن لتقديم الفلاح أفضل لتقديم أفضل منتج لأفضل شعب الفلاح بيقدم الأمح الأمح على مواصفاته والأمح المصري ونتطور بها ونخزن الأمح في أماكن تحافظ عليه من التلف والفقد والسلوك الحشري وكل العوامل تؤدي إلى الفقد وإلى فقد ليس فقط فقد كمي ولكن فقد في المواصفات مي اشتركوا في القناة